نتكلم عن الاضاءة بالتفصيل وقول لك هي انواع الاضاءة اللي ممكن تشتريها واللي ممكن استخدامها اليوتيوبر زي المبتدئين على اليوتيوب ازاكم الشباب اتمنى اكونوا بخير معكم محمد جابر وفيديو جديد فيديو النهاردة لشباب انا نتكلم فيه عن الاضاءة بس قبل بقى منخش في الفيديو وننقع في التفاصيل ما تنسوش لايك شير سبسكرايب يلا بينا نشوف الفيديو اول حاجة لشباب طبعا الاضاءة تعتبر تاني اهم حاجة عشان تصوت بها فيديوهات لان طبعا لو انت معاك اغلى الكاميرات الكاميرات الاحترافية وبس مش عندك اضاءة للأسف الكاميرا مش هيبقى لها اي لازمة رغم ممكن تكون مثلا كاميرا احترافية جدا وكاميرا غالية لكن برضو مش هيبقى لها لازمة بدون الاضاءة فطبعا الصوت والاضاءة يعتبر اهم حاجتين عشان تنتج فيديو احتراف طيب الفيديو ده شبابا نتكلم فيه عن الاضاءة بالتفصيل واقول لك هي انواع الاضاءة اللي ممكن تشتريها واللي ممكن استخدمها اليوتيوبرز للمبتدئين على اليوتيوب اضاءة فيه منها تلت انواع بالنسبة لاي سيطب في اضاءة اساسية واللي هي بتكون اضاءة الغرفة اللي هي الاضاءة الاساسية اللي انت بتقتفيدها اساسا اول ما بتخش لغرفة بتاعتك دي بتكون اضاءة اساسية الاضاءة بقية التانية اللي ي هي اضأة الolf زي الاضاءة اللي ولايتا ليه لونها اخضر واللي طبعا بتنعكس على وش اللي بيقدم الفيديو دي طبعا اضاءة انا بقية ده اسناء التصوير عشان ايه? تدي منظر حلو كده وطبعا دي لازم تكون اضاءة ملونة والاضاءة اللي هي اضاءة التصوير نفسها زي اللي انا بصور بها حاليا واللي هنتكلم عنها كمان شوية. طيب بالنسبة لإضاءة ديها هنعمل لها فيديو خاص بها بس مش النهاردة والنسبة لإضاءة الاساسية فمش نتكلم عنها لاننا كلنا عارفنا لها بتكون اللامبة او النجافة او اي إضاءة بتكون في الغرفة. فخليها بقى النهاردة نتكلم عن إضاءة التصوير. اول حاجة يا شباب بالنسبة لإضاءة التصوير لو انت حابب تصور فانا عنصحك بإضاءة الشمس ده لو انت مش معك فلوس خالص تستغل المكان اللي بدخل منه الشمس عندك. وتصور فيه. لان إضاءة الشمس ده إضاءة جميلة جدا خليك تستغنى عن إضاءة كتير. وهتديك فيديوهات طبعا بجودة محترمة. بس للأسف هيقابلك هنا مشكلتين ان انت مش هنفع تصور بالليل رقم واحد ولو انت مسلا الغرفة بتاعتك بعيدة والشمس او تدخلهش بشكل كبير فانت هتلاقي ان الغرفة مظلمة. فهنا بقى تتجي العشرين تلاتين جنيه وتشتري للمبات الليد. اللمبات الليد طبعا في منها نوعين. انا اشتريت النوعين دول قبل كده. في منها ليها اتناشر واط وفي تسعة واط. بس انا نصحت بتسعة واط لعين اضاقتها بتكون وسط. واللمبتين هيخلوا الاضاءة حلوة. انما الاضناشر اضاقتها بتكون شديدة شوية بس لو انت تشغلت للمتين مع بعض. وده غلطة انا اغلطتها في القاوى. شغلت اللمتين مع بعض ودوني اضاقة شديدة زيادة عن اللازم لدرجة ان الاضاءة ديت يعني كانت بتخلينا نفسي لو قعدت قدام الكاميرا مش بايد لانك هتلقضاء جديدة يعني زيادة عن اللازم ما ينفعش طبعا الاضاءة يكون شديدة اوي ولا ضعيف اللمبتان التسعة واط لو جيت تجمع الاتنين هيدوك تمنتاشر واط هيدوك اضاءة محترمة انما طبعا اللمبتان الاتناشر الاتنين اربعة وعشرين وهيدوك اضاءة جديدة جدا وهيبقى شكلها باشع في النهائي خلونا بقى نروح طبعا احنا اتكلمنا في العشرين جنيه اللي انت طبعا لو جيبت اللمبتان هيتحسبه عليك خمسين جنيه او ستين جنيه بحاجة زي كده طيب دلوقتي بقى لو انت عايز تتقدم شوية وتجيب حاجة افضل شوية فانا انصحك بالرنجي لايت والرنجي لايت طبعا هنا بقى سعرها بيبدأ من اول مية وخمسين جنيه لحد الف والفين جنيه بس طبعا في فرق بين كل طبعا الرنجي لايت اللي من اول مية وخمسين لحد تلتميت جنيه دي ات نفس النوع لكن بتختلف من حيس الحاجم طبعا يا بيجي معاه ستند في البداية تمام كده بالنسبة بقى للرنجي لايت اللي من اول مية وخمسين جنيه ديت ففيه منها تقريبا بيكون ستة اشرين سنتي وتمانية وعشرين سنتي وفيه تلاتين وفيه تلاتة وتلاتين سنتي واللي انا بستخدمها ديت هي التلاتة وتلاتين ديت اكبر مقاس على فكرة طبعا فيه منها انواع تانية فيه انواع احسن من ديت تشتغل برموت وحاجات افضل بس طبعا اغلب تبدأ طبعا من سهل ربو مت خمس ومية جنيه لحد بقى الف الفين جنيه وانت طالب ده بالنسبة للرنجي لايت فالرنجي لايت اللي هي الاقتصادية اللي انت ممكن تشتري وتدي الجودة محترمة برضو هي الرنجي لايت اللي بمتين او متين وخمسين جنيه ولا انا باستخدمها ديت تمام كده يا شباب طب يا شباب لو انت حابين بقى تخرج عن الرنجي لايت بس قبل بقى انا نتكلم في النوع اللي بعد كده عارفوك الرنجي لايت دي بيستخدمها الناس اللي بيعملوا فيديوهات على التيك توك لانها طبعا بيتعلق فيها الموبايل وبتقدر ان دانني ان تستخدمها في عمل الفيديوهات بشكل ممتاز. وكمان المميزاتا ان هي صغيرة وتقدر ان انت تحركها في مكان صغير يعني السطب بتاعك صغير زي كده تقدر ان انت تجيبها وتحطها قدامك مباشرة نخش على اللي بعد كده لو انت بقى السلطة بتاعك كبير او الاستوديو بتاعك كبير فعندك هنا بقى السوفت بوكس. السوفت بوكس دي بقى بتكون عبارة عن اتنين لازم اللي اتنين يا شباب ما ينفعش واحدة لانه طبعا الواحدة ديت لازم بيكون واحدة يمين واحداش ما. تمام? فانت السوفت بوكس ما ينفعش واحدة لانها ما ينفعش تصدر اضارة مباشرة قدامك. ينفعش يكون قدامك زي لانه الرنج لايت اكملناها دائرية فبيتوزع الاضاءة بشكل متساوي على الشكل كله. انما بالنسبة للسوفت بوكس دي اتفاق بكل الاتنين واحدة واحدة ليفت والاتنين دول بيقفهم بزاوية خمسة ااربعين درجة وبتركب في كل واحدة حوالي اربع لمبات ليد مسلا او لمبات عادية حسب ما انت عايد. وفيه طبعا نوع منها بيجي بيبقى معا كشفات ما ببقاش يركف فيه لمبات يعني. يعني فيه نوع بيشتغل على اللمبات ونقل الكشفات. وطبعا السوفت بوكس بيبدأ سعرها الاتنين من اول تمنمية جنيه لحد الفين او تلات تلاف جنيه وانت طالع. فمن نسبة للسوفت بوكس يا شباب بيبدأ من اول تمنمية جنيه لحد بقى الف والفين جنيه وسعرهم طبعا بيغلى. فيه طبعا بس لحد كده يا شباب الاضاءة ما خلصتش فيه اضاءة كتير واضاءة التصوير وفيه اضاءة كمان بيستخدمها في الافلام والمسيسات يعني فيه اضاءة متنوعة كتير بس طبعا فيه اضاءة غالية انما الاضاءة اللي انا جبتلك معاها النهاردة هي تعتبر ارخص حاجة يعني حاجة للمبتدئين بس مش حاجة بروفيشنال طبعا لو عايز حاجة بروفيشنال انا ممكن اعملكم فيديو هتكلم فيه عن الاضاءة المتطورة واللي تعتبر من افضل واغلى انواع الاضاءة طيب يا شباب تابعوا السلسلة دات من الفيديوهات لانه هتكلم فيها عن معدات اليوتيوب وان شاء الله الفيديو الجاي بازن الله هتكلم فيها عن الكاميرات وهي اهم الكاميرات وارخصها وافضلها للتصوير على اليوتيوب طبعا يا شباب اتمنى لكل فيديو اعجابكم ما تنسوش لايك شير سبسكرايب شكرا لكم على المشاهدة كامعاكم محمد جابر نتقابل الفيديو الجاي السلام عليكم اشتركوا في القناة